يمكن المشاركة في الأنشطة دي تتطلب وجود شخصية بالفعل هي عايزة تندمج وعايزة تدخل هي عارفة هي دخلة تعمل ايه لكن في ناس مش فكرة ان هي مش مسؤولة هي مش عارفة تتجه لأي يعني طالب هو كان بيذاكر المرحلة الاعدادية ثم السنوية فبيدخل الجامعة ما يعرفش ازاي ممكن ينخرط اصلا في الأنشطة دي فشخصية طالب في جزء منها معتمد على البيت عشان ينتقل من السنوية او من المدرسة بالجامعة ايه للمفروض كل اسرة او كل ولي امر يعمله عشان يقدر يقاهل الطالب او يقاهل ابنه او بنته انه هيخش الجامعة يبقى عارف على الاقل يتجه فين تمام هو مهم جدا للأسرة لان الأسرة بتوجي بتنصح بتقدم خبراتها وتحكي لكتير جدا من ولادنا وتقول لهم الحياة الجامعية شكلها ايه لكن انا بطلب من كل اسرة برضو مسألة المتابعة متابعة للابن او البنت يعني دايما من خلال الدردشة لما نصاحب ولادنا ونقول له خدت ايه النهاردة من محضرات حضرت ايه طب وريني كده الدكتور ده قال ايه ايه احسن دكتور انت حضرت له خلال الاسبوع ده وعجبك المتابعة دي والمناقشة دي اولا بتشعروا بالاهتمام وبنعمل او بنخلق لغة حوار مع الطلاب وبنحاول برضو نعمل نوع من انواع الرقابة لان برضو دول في سن للأسف ممكن محتاجين لتوجيه ونصح وارشاد لان اذا لم يوجه زي ما حضرتك تفضلت السنة الاولى دي هي سنة فريقة ليه لا اما اكمل واكمل بوتيرة وبتفوق وبتشجيع وبحب للمكان لا اما للأسف فيه ناس بيحصل لهم دروب دروب ليه معرفش يعمل التوافق التوافق ده معناه ازاي ان هو يقدر ينخرط بسرعة ويبدأ ان هو يسمي يعني مثلا كتير جدا في مرحلة السنوية عامة الطلبة بتروح سنتر او بتروح مدرسة وبيسمع وبياخد ملازم الجامعة فاش ملازم الجامعة فيها حضور فيها تسمع الجامعة مش شرط يبقى فيه كتاب الجامعة محتاجة انك تكتب فمهارة الكتابة ومتابعة الاستاذ الجامعي دكتورك اللي بيدرسلك لازم تبقى انا دايما اقول طلابي احرص انك تقعد قدام احرص انك تبقى متابع جيد تحاول ان انت تكتب المحاضرة وتروح البيت تبيض المحاضرة مجرد تبيضك للمحاضرة او نقلها في دفاتر او في كتب او في مكان ده بيعمل لك نوع من نواع التذكر ومش كده وبس انت لازم تناقش اسد زيتك كتير جدا من الطلاب ما يعرفوش ان الاستاذ الجامعي ليه حاجة اسمها ساعات مكتبية فبيبفاتح مكتبه لأي طلاب عايزين نصحه ومشهورة حاجة تانية في كل الجامعات وفي كل الكوليات في حاجة اسمها المرشد الاكاديمي ايه دور المرشد الاكاديمي بالنظام الكريت اوورل في بعض المواد بيتم تسجيلها وبعض المواد ما تسجلش بتحتاج لحد ينصحك يقول لك خد المادة دي ومتاخدش المادة دي لو انت بتحب كذا خدش التخص بديل الطالب بتاع سنة ربع اه بديله بس بديله علمي بقى ودقيق ومش كده وبس ده بيوجهه التوجيه اللي في مصلحته بلاش تسجل كذا ممكن تأجل المادة دي للفصل الصيفي خلي المادة دي معاك ده في كل الكوليات اه لازم فيه مرشد اكاديمي في كل كوليات يعني حتى في جامعات الحكومية وفي جامعات الخاصة بس للأسف الطلبة ما بتسألش الطلبة بتستسهل انها تاخد المعلومات من طلاب تانين بس هل من المفترض ان الطالب هو اللي يبقى عارف ان فيه مرشد اكاديمي ولا المفروض المرشد الاكاديمي يعرف نفسه للطلاب ما احنا بنعلنه احنا بنقول اقول ان كل كوليات من الكوليات اتمنى يكون كل الطلاب سبع يعني مفروض في كل كوليات فعلا فيها حاجة اسمها مرشد اكاديمي ده بيقدم النصح للطلاب في مجال المصاري الاكاديمي مش كده وبس فيه حاجة اسمها رعاية الشباب في كل كوليات انا اتمنى من كل الولادنا اللي بيسمعونا انه لازم يروح ينخرط مع الانشطة الجامعية مهم جدا لبناء شخصيتك انك تعرف ان فيه مثلا انشطة مختلفة رياضية يعني الكوليات بتعمل فرق رياضية الكوليات بتعمل فرق مصرحية يعني اعايز اقول لحضراتكم من كتير جدا من الفنانين المصريين طلعوا من مسارح جماعات وكليات احنا مثلا عندنا في كوليات تجارة جماعات القايرة كانانين كتير جدا كانوا اساسا من مسرح كوليات التجارة في كل الكوليات بيبقى فيه مسارح فيه انشطة رياضية واجتماعية وفيه انشطة ثقافية وفيه مسابقات بتتم ما بين الكوليات وبعضها البعض وبين الجامعات وبعضها البعض وبش كده وبس في الفصل الصيف احنا لسه في الجامعة القايرة بيبقى عندنا حاجة اسمها يعني اسبوع او شهور بنعملها في الصيف لتطوير قدرات الشباب واعطاهم مجموعة من البرامج اللي بتسطل شخصيتهم وبتطور من فكرهم بناء شخصية الطالب الجامعي بتبنى من خلال انه يعرف حاجة من كل حاجة يعني لا يجب انه يكون اسير علم بس او بتاع مذاكرة بس لازم يكون شخصيته بمختلف مناحي الانشطة المختلفة جميل كدهن